يحتفل العالم بيوم الشباب الدولي سنوياً في الثاني عشر من أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر الشباب ثروة بشرية يتوقف عليها مستقبل العالم وعنصر في استثماره بناء للأمم ونهضتها أهمية الشباب تدفع الدول للعمل على تثقيفهم وتدريبهم وحل مشاكلهم تمهيداً لقيادتهم للمستقبل وهو ما تمت بلورته من خلال هيئة الأمم المتحدة التي أقرت في عام 1965 أهمية تعليم الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب وفي هذا الإطار يحتفل بيوم الشباب الدولي سنوياً في الثاني عشر من أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر الدعوة الأولى للاحتفاء بيوم للشباب جاءت في عام 1991 بالعاصمة النمسوية فيينا خلال الدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي حيث أوصى ذلك المنتدى بإعلان يوم دولي للشباب وفي عام 1998 اعتمد قرار في الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب الذي تضافته حكومة البرتغال اعتمد يوم الثاني عشر من أغسطس بوصفه يوم الشباب الدولي وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك التوصية وذلك في دورتها الرابعة والخمسين في ديسمبر من عام 1999 الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والمجتمعات المحلية في كل أرجاء العالم إلى الاحتفال باليوم الدولي للشباب بدعم أنشطة تقام على الصعيدين المحلي والدولي بهذه المناسبة هذا ويمثل قرار مجلس الأمن في التاسع من ديسمبر من عام 2015 بشأن الشباب والسلام والأمن اعترافا غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك الشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف ويضع القرار الشباب ولأول مرة بوضوحة كشرجاء مهمين في الجهود العالمية لإرساء السلام فهم هدف الحاضر وهم من يملكون المستقبل ترجمة نانسي قنقر